برحب بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل هل علينا رمضان بفرحته وكمان بصفرته كتير مننا بيخرج من رمضان وزنه زيت شوية حلوين واغلبنا بيرفع شعار رمضان من غير دايت طب لو قلنا لك انه ممكن تستفيد من صيام رمضان وتخرج وزنك أقل بدون دايت ازاي وازاي ده بقى كل ده هنعرفه من دكتور رادو نبيل استشاري التغذية العلاجية اللي منورونا في الستوديو صباح الخير عليك صباح الخير ووهي سلامت طيبين انت جد ايه علينا الوقت يا رجل صحيح اه ايه قايت لك فرحته وصفرته اه يعني محدش يقول دايت في رمضان ايوه يعني كفاية الوقت الصيام اه الداخلة دي يجبلك نسبة مشاهدة حلوة محدش يقول دايت في رمضان اللي عايزين يخسوا يعني اللي عايزين يزيدوا وزن مش دلوقتي يعني اتكلم في بعضين مش دلوقتي لكن انا عايز اخس مثلا ازاي اقدر استفيد من الصيام وخس منه مش احنا عميين بنتكلم في الصيام المتقطع بانا سنتين واكتر احنا الصيام المتقطع دا لاما انت بتاخدي صعرات قليلة لاما بتاخدي ساعات قليلة في الاكل فانت كده كده رمضان واجب عليك اللي انت هتفتري حوالي من 10 لتسع ساعات فال10 لتسع ساعات دولت لو انت قللت جاست بيبي ستابس او خطوات صغيرة جدا في الصعرات بتاعتك اللي هي من المقليات النشويات السكريات نقيتها اي حاجة منهم من التلاتة دولت والتانيين اخدتيهم بكمية قليلة ساعاتها هتفكدي وزن بسهولة جدا بس هو الفكرة ان اللي داخل على رمضان دا هو داخل كان خاسس قبل كده ولا لسه بيعمل بيبتدي بسم الله الرحمن الرحيم الخصصان او كان زايد وعايز يخس في رمضان كان زايد وده فرصته عالية لبالان احنا كنا في شتا واتفاجئنا بالصيف فمصديقنا مع رمضان فنعمل ايه ده فرصته عالية جدا جدا لانه مجرد اللي هو غير اللي هو صايم مجرد اللي هو هيقلن من 200 ل 300 سعر يعني مجرد بس اللي هو يقلن مثلا بدل رغيف العيش هياخده رغيف اللاربع او كمان رغيف اللاتوم او عدد معالي النشويات او اللاتوم دا ازاي انا رضا يعني انا عايزة ابسط الموضوع يعني تقلل بخطوات صغيرة تمام تقلل كمية العيش تقلل الرز تقلل الحاجات دي يعني انتو وفقوني او يعني قولوا لا هي ايه اللي فيها سعرات عالية في رمضان المقليات والحلويات والعصائر اللي فيها اللي هي اصلا رمضان يعني العصائر رمضان السنبوسك رمضان الكنافة رمضان فيها عصائر متهائلة فيها عندك الكركديه لو انت حطيت مثلا استبداله بسكر دايت فيها عندك الدوم والخروب والعرقسوس لو هي الست البيت اللي انا اعيته وما حطيت له السكر هو طعم حلو جدا فده احنا بالنسبة لنا متاح وحلال يعني طب ايه قلت لك ازاي ننزل في الوزن مش هنعمل دايت ازاي ننزل في الوزن طيب ازاي الفترة اللي هي ما بعد الفطار لحد الصحور اقسمها ازاي في الاكل عشان ماجهش بعد الصحور صح احنا هنفطر على يعني تمرة ونص كباية لبن او كباية لبن كل واحد او ثلاث تمرات او كل واحد على حسب وزن الفكرة اللي انا عايز اكثر في سيومي وبعدين اقوم مصلي اوكي الصفرة متحضرة او لسه متحضرتش انا بس باخد بريك مش عشان بس اقلل الشراهة للأكل انا كمان بحفز الانزيمات اللي هي بتبتدي عشان تهيق نفسها اللي هتهدم الا الاكل مش هتهدم بخدهمش يعني مش فاجع نمرة اتنين بخش على اي حاجة فيها ميا يعني انت مجرد اللي انت يا اما تاخد كبايتين ميا لا اما شربة والشربة هنا بقى كل متاح محدش يقولك لا اللي بالكريمة لا او اللي باللسان عصفور لا اه باللسان عصفور فيها مكرونة انا بالنسبة للميا عامل اهم من اللي انا ابص في الكريمة او اللسان عصفور هبتدي بقى اقسم طبقي لنص يريد يبقى صلطة وخضار مطهي وربع بروتين وربع الاخير للنشويات الربع البروتين ده ممكن يبقى التلتين ما عنديش مشاكل يعني الربع البروتين يعني كل واحد بكاف ايده يفوف كتعة اللحم اللي هو مفروض ياخدها تبقى كاف اليد بدون الصوابة اللي هي الحد هنا اما الفراخ لحد كل كاف اليد واخد بالك ومن كتعة الكتعتين لكل واحد واخد بالك اللي انت البروتين لازم تقسمه على الوجبات متاخدوش بس على الفطار ويبقى بروتين حيواني على الفطار وبروتين نباتي في السناك ونباتي في الصحور عشان ما يبقاش الدسم عالي ايه مثلا السناك يكون ايه والصحور احط في ايه بروتين شوف احلى سناك طبعا الفكه بس احنا عشان احنا ممكن ندخل الفواكه المجففة مع المكسرات ممكن اخد مثلا ريب مع فواكه يفضل اللي انا ماخدش الحلويات الشرقية كسناك احطها بعد الفطار بتاع المغرب على طول لان البروتين والالياف والمية بيقلل مؤشر السكر بتاع الحلويات فكأني بخبيه يعني بحط السكر والعسل والسكر البودرة وكلام ده جوه الالياف وجوه البروتين فالجسم ما يتفعلش معه وياخده ويخزنه مغدى بالك فالحلويات ده منطقتها فهناخد اللي سناك يبقى بروتين ودهون صحية وبعدين نروح نتصحر السناك يفضل يبقى بعد التراويح ليه؟ لان انت بعد التراويح انت عملت مجهود وبالذات لو انت مشيت فانت المجهود ده محتاج بالنسبة له بالنسبة لجسمك قصدي ان العضلات ابتدت ايه؟ تشتغل شوية ففيه عامل هدم وتصليح فانا عايزة بروتين اللي هو مثلا في الرايب وعايزة مثلا دهون صحية عشان دي بتزود جدا احساس الشبع وصلنا الصحور في حاجات بتزود جدا احساس الشبع لتاني يوم الالياف ودي اللي بتبقى موجودة في البوكوليات وعشان كده احنا بنحب البوكوليات او الحبوب الكاملة نضيف عليها بقى البوكوليات دي لو هي فيها مصدر حديد الفيتامين سي نضيف عليها زيت زاتون وكمون عشان نقلل من المشاكل اللي بتحصل في الهضم يعني الناس بالزات اللي عندهم كولون عصبي يحطوا كمون ويحطوا زيت زاتون نضيف عليها كمان السلطة والخضار عشان تبقى الياف غير زائبة مع الالياف الزائبة اللي موجودة في الحبوب الكاملة لان احنا عندنا نوعين الياف الناس فاكرة اللي الياف وخلاص بعد كده نبتدي بقى نبص للاكل انا باكل ايه يعني انت اكيد عارف ان البيض الفول الجبنة القريش دي ممتازة جدا لانها مش بس مكس من البروتين ده مكس مع كمان الدهون الصحية اللي هي ده ده سمها قليل ممكن قملات انا ما عنديش مشاكل انت تحطي معلقة زيت زاتون بكر على الفطار السحور صعب زيت زاتون بالبيض بزيت زاتون بالبكر اه اين مشكلة لا لا صعب انا ممكن حط على الفول ار على الجبنة القريش ماشي انما على البيض جربوا جربوا البكر ما بيديش او ما بيديش طعم الوحش البكر لكن البكر الممتاز ما يفعش نسخن لانه في انواع خمس انواع من زيت الزاتون فبنتكلم اللي بيد املاد طيب الناس بقى اللي عايزة بابا غنوك وطعمية والحاجات اللي فيها زيوت حلوة دي شوف انت هتتعب من كم قطعة ما فيه ناس بتتعب بعد قطعة واحدة او نص قطعة وفيه ناس لا عادي جدا فشوف انت بتستحمل ايه بس هي للأسف يعني معلومة ان الزيوت والبروتين بيعطاشوا فما تزودش قوي لان قريدي جسمي بيحتاج مية عشان يهدمهم فانت بتستهلك المية في ايه اللي انت تروي نفسك ولا تهدم الاكل فما تزودش قوي في الزيوت لانها بتقلل المية اللي في الجسم انا بنتكلم الامان الفول والجبن الامان طبعا الفول والجبن وعندك البطاطس البيوري ما عنديش اي مشاكل فيها عند كل انواع البكوليات الحمص يعني الشوام دايما بيعملوا التعمية بالحمص عندهم طبعا يعني الجبن وانواع الجبن مختلفة قوي فيعني انا بصحر جبن قريش وفول بس يعني انت كده والله بجد وممكن كمان ما يكونش فيه فول جبن قريش بس بس هو الفكرة بقى اللي انت بس بجوع ما عرفش ليه بتجوع عشان انت اكلت ايه ما بين المغرب وما بين الفطار كل ما تقسم وجبتك على ثلاث مرات كل ما يكون احسن لان جسمك بيمتص كمية معينة انت دخلتها له في وجبة واحدة مش هيقدر يمتصها كلها لكن لو قسمتها له على ثلاث وجبات افضل بالنسبة للمعادن والبروتين والفيتامينات ايه اللي بيبوز بقى معدلات الحر يعني ايه اللي انا بعمله ممكن يكون غلط بيبوز لي معدلات الحر ايه اللي انا ماشي على على قد مقدر رشدة دي بس مثلا خدت لي بايت من هنا على قطمة من هنا على حاجة من هنا ده بيبوز يعني احكيلي ايه اللي العادات الخطيئة اول حاجة نوم احنا في رمضان مش بننام كويس يا اما انت بيت الصحاري متأخر يا اما انت وبالذات الناس اللي بتشتغل يا اما انت اتنام وتصحى في النص اه اتنام وتصحى في النص فالنوم المتقطع ده لازم خمس ساعات متواصلة نمرة اتنين الاكتيفتي او النشاط البدني الصبح في الصيام قل احنا مجرد بس اللي احنا بنعمل النشاط في يفضل اللي احنا نتمشى ويفضل اللي هي لو انت اول مرة بتعملي رياضة لا خليها بعد الفطار لكن لو انت متعود على رياضة خلص خدها قبل المغرب ساعة ممتاز جدا بعد كده هتكسر سيامك لا هخاف من هبوط سكر ولا هخاف من جفاف ولا هخاف من كرامبات او واجع في البطن عشان الجفاف الحاجة برضو المهمة قوي المية في دكاترة بيقولوا اللي احنا ممكن ناخد المية من الفواكه والخضار بس هو احساس العطش بيجي من المية او السوايل لان اكتشفوا ان مش بس كمية المية هي اللي بتفرق في احساس العطش ده السرعة بتاعت شربك للمية بيفرق يعني لو انت شربتي نفس المية دي موجودة في فاكهة في عصير مثلا بس لازك مش هيرويكي لكن لو شربتيها في مية عادية هترويكي فالفكرة اللي احنا المية باسم المية كده ده اساسي عندنا اللي احنا العشر ساعات دولت لو انت سحيوهم كله يبقى كل ساعة كباية مية طب انا هسألك سؤال الناس كلها كتبتوا على السوشيال ميديا شازلي انت اكيد كنت متابعة في كل سنة في رمضان احنا قبل الفطار قبل السحور بنعمل ايه ندخل نشرب يعني جرد المية ما نمشي بقى بالضبط فاكهين الغلط الغلط اللي انتي بتقللي التركيز بتاع الدم بتاعك بالمية اللي انتي شربتيها فجسمك هيتعمل ازاي؟ هيطرد المية اللي مقللة تركيز المعادن اغدبالك فلا احنا نقسم وزي ما بقولك لو انت هتسهل عشر ساعات يبقى كل ساعة كباية والمؤشر بتاع الجفاف في الجسم طبعا العطش مؤشر لون البول مهم جدا اللي هو يبقى اصفر فاتح وفيه دكاترة كمان بيقولك شفاف واخدبالك كده انتي ما عندكيش كفاف وجسمك مرتوي بالمية كويس طيب بما اننا بقى في حر طبعا لغينا عن المية بالتأكيد النماء السفرة يكون علي ايه 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 اكتر حاجة مثلا او اهم حاجة ممكن تكون موجودة النهاردة في المأكلات تساعدنا لان احنا داخلين برضى تلاتين يوم لسه العرقسوس بالنسبة للناس ممتاز لانه بيخزن مية اي فواكه او 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 اكل فيه بوتاسيوم ومش الموس بس الطمر فيه بوتاسيوم البطاطس فيها بوتاسيوم السبانخ فيها بوتاسيوم الافوكادو بس غالي علينا شوية فيها بوتاسيوم فالاكل اللي فيه بوتاسيوم لانه بيقلن نسبة السوديوم وبالتالي بيخزن مية عظيم الطمر ولا رسوس موجودين على كل صفر في مصر بس نستبعد الناس اللي عندهم ضغط الناس اللي عندهم ضغط عالي ما يخدوش وطبعا الناس اللي عندهم فشل في وظائف القلب يعني ما ياخدوش ويشربوا ميا كتير لأن انت بتحمل على القلب اللي هو يضخ الميا كتير اللي انت أخدها دي الصفرة لازم تبقى فيها الحاجات اللي يعني تعوضك بالمعادن والفيتامينات لأن احنا بنخرج من رمضان يا طخنانين يا تعبانين لأن انت محتاجة احتياج يومي من مثلا القلبان هل انت فعلا فترتي او قصرت سيومك على لبن وجيتي الصحارتي على الزبادي يبقى تمام انت اخدت الكالسين بتاعك واليود بتاعك وبيتامين بي 12 بتاعك او بيتامين بي 12 لكن انت مش واخد بالك من القلبان دي حاجة المكسرات يوم او يوم لا عشان الزينك عشان السلينيوم يعني حاجات احنا معادن ما بناخدش بالنا يعني احنا كتيرا نقول لهم ايه لازم تشربوا كبايتين لبن بس الناس مش فاهمين ليه كبايتين لبن مثلا مثلا الفيتامينات الفيتامين الف وفيتامين هيه المهمية جدا عشان المناعة بتاعنا هتلاقيها في كل الخضار البرتقالي والاحمر والاصفر فانتي كسيدة بيت انتي اللي معاك السيستم هتقسمي كده للأسبوع تحطي مثلا اربع مرات فلفل احمر اربع مرات مثلا اوراق خضرة الحاجات دي مهمة جدا عشان في الاخر جسمي ياخد الاحتياج بتاع يعني دكتور رادوة انتي في التينة جدا جدا وعايز اقولك اللي انتي قلته لنا ده احلى حاجة عملتها انك قدتين حاجات بسيطة مصعبتهاش علينا يعني انتي قلت اللي احنا بنعمله بسقللنا شوية يعني الكميات اللي احنا بنكلها وفي نفس الوقت فهمنا كل حاجة ايه فوادة فنقطر من ايه ونقلل من ايه ونمنع ايه كل الشكر اللي كي دكتور رادوة وكل سنة وانتي طايبة ونورتينا في اول يوم احنا بنفسي احنا بنفسي